مباراة أخرى مباراة البرامدز ومازنبي مازنبي النهاردة كسب تلاتة تلاتة هداف دون رد وبرامدز خلاص ودع بشكل رسمي دورة أبطال أفريقيا في مشاركته الأولى في هذه البطولة وبصراحة شديدة وبأمانة شديدة اللي فرج على المباراة النهاردة أيوة أيوة طاكم التحكيم جاء على بيرامدز جدا تحديدا في ضرب الجزاء ما ينفعش ما يتحسبش بصراحة يعني وكان ممكن يبقى فيه كارتا حمر وبص فيه تفاصيل كتيرة أول نهاردة في المباراة فيها ظلم تحكيمي على بيرامدز عشان بس إيه الأندية اللي ما بتبقاش جباهرية الناس ما بتدلهاش حقها قوي يعني اللي هو إيه يا عم انت اللي غلطانة أنا طبعا أنا جاي على بيرامدز جدا النهاردة بصراحة وهتكلم كلام أول مرة هتكلم فيه بس بيرامدز النهاردة ظلم في هذه المباراة حقاك عن الحق وأتمنى ان بيرامدز يساعد لأبعد حد عشان هو ظلم النهاردة تحكيميا جدا بص الكرة إزاي يعني دي مش ضرب الجزاء إزاي والله بأمرت إيه بأمرت إيه يعني اللي هو قتب نقل إيه جيبسك كين هيتبحوا إزاي يعني آه ما فيش فار للأسف يعني ودي برضو حاجة سيئة جدا يعني إنه بيبقاش في الدور دوت فيه فار دي حاجة في منتهى السوق إنه أصلا فكرة ما بيبقاش فيه فار في أي مباراة دلوقتي حاجة بقت مبتزلة جدا من الكاف مبتزلة يعني اللي هو الفار ده بقى زيه زي الحكم المساعد زي الحكم الرابع ما فيش حاجة اسمها إنه ده ما بيبقاش موجود مش بيبقاش حاجة رفاهية ولا رفاهية عفوا يعني بس لازم إنه الفار موجود في أي بطولة ينظمها الكاف أي بطولة وأي مباراة في البطولة دي إيه ده إزاي يعني ده الكرة دي النهاردة أنت متخيل الكرة دي مثلا على الأهل والعز ملك ده النهاردة كانت أيامة عامة النهاردة كلنا يعني أسريخ وزيء وبياناته بتاع كابتان هاي سعيد المدير الرياضي النادي بيرامدز طبعا انتقد الكلام دوت بعد المباراة ومدار بيرامدز كمان انتقد جدا ما أسموه بالمهازل التحكمية الفضيحة اللي اتعرض لها بيرامدز وقاله كمان كابتان هاي سعيد قاله إنه الأندية كلها اللي ابتلع وقال مالها عم زنبي بتتعرض لنفس الظلم التحكيمي يعني بقيت حاجة فجة بصراحة وعنده حق تحديدة اللي ابع على مالها عم زنبي يعني الداخل مش عارف الداخل المفقود والخارج مش عارف ايه بس يعني هيا أنت هتخش على خسران اش كاي يقولك مالها عم زنبي ده مالها بالرقب مالها بالرقب عشان المناظر اللي انت شايفها دلوقتي داي ضرب الجزاء مية في المية ما بتحسبش فطبيع هايكسر مازنبي طول الوقت يعني